اكد المشروع الصاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على نهج احترام حقوق الإنسان وتعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق الثوابت الوطنية الراسخة هذا النهج تجسد من خلال التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال تطوير القوانين والتشريعات لتكون نموذجا عالميا في مجال حقوق الإنسان خطوات مهمة خطتها مملكة البحرين في سبيل تعزيز مبادئ الحرية والتعايش التي تعتبر احدى الحقوق التي كفلها الدستور ومثاق العمل الوطني لكل مواطن ومقيم على أرض مملكة البحرين وأنصرا أساسيا في استقرار المجتمع حيث شهدت المملكة نقالات نوعية واهتماما تصاعدي بحقوق الإنسان لدعم المسيرة الديمقراطية وتعزيز القيم والممارسات لهذه الحقوق وأتى التعاون البناء بين مجلسي النواب الشورى داعما ومثمرا لعمل المجلسين في مجال التشريع والرقابة من خلال التواصل مع المؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية داخل مملكة البحرين وخارجها ودراسة التشريعات المعنية كما ساهم هذا التعاون في سنها وسن القوانين التي تعزز حقوق الإنسان لمواصلة المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه عمل المجلسان بتوافق مكن مملكة البحرين من مواكبة التطورات الدولية في هذا الملف باستمرار وتماشي مع الموثيق والاتفاقية الدولية استنادا إلى عدم مخالفتها الدستور والشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد الراسخة في المجتمع البحريني التشريعات الوطنية عكست احترام الحقوق والحريات وشكلت لمملكة البحرين نموذجا في النزاهة والشفافية بتعزيز آليات المشاركة السياسية من خلال السلطة التشريعية وتطبيق القوانين بكل احترافية من قبل السلطة التنفيذية